بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بسم الله يقول الشارح الميبذي القسم الثالث في الإلهيات في هذه المسألة يجب أن نعرف أربعة أشياء أولا ما هو موضوع الإلهيات ما هو موضوع العلم الإلهي ثانيا ما هي مسائل العلم الإلهي ثالثا لماذا سمي العلم الإلهي بهذا الإسم وهل له أسماء أخرى أم لا ورابعا هو يقول مرتبا العلم الإلهي مرتبا على أو القسم الثالث في الإلهيات مرتبا على ثلاثة فنون فما وجه ترتب هذا القسم على ثلاثة فنون فنبدأ بأولا نقيقة فقط يا الله طيب أولا ما هو موضوع العلم الإلهي أقول موضوع العلم الإلهي إجابة مختصرة وسريعة أنه الموجود المطلق الموجود المطلق هو الموضوع الذي نبحث عنه في قسم الإلهيات ماذا تعني بالموجود المطلق؟ الموجود المطلق هو الموجود من حيث هو موجود الموجود بلا قيد شيء جيد يعني بلا قيد شيء نبحث في الموجودات بغض النظر عن كونها مادية أو مجردة أو واجبة أو ممكنة جيد لكن ما الدليل على أن العلم الإلهي يعني موضوعه الموجود المطلق أقول قد تقرر سابقا في علم المنطق وفي غيره من العلوم أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يعني مثلا علم الطب موضوعه البدن البشري لا من حيثها مطلقة بل من حيث كونه يعني صحيح ومعتل سقيم وصحيح فمن هذه الحيثية يكون يكون علم الطب ويبحث في أحوال البدن البشري من هذه الحيثية أيضا موضوع الفيزياء أو موضوع الطبيعي ما هو الجسم لا من حيثية مطلقة بل من حيث إنه متحرك وساكن فنبحث فيه عن الأعراض الذاتية لهذا الموضوع من هذه الحيثية هذا هو العلم جيد كذلك الرياضي العلم الرياضي أو الرياضيات كانت هندسة أو جبر أو أي فرع من فروع الرياضيات موضوعها هو الكم بغض النظر كمن متصل أو كمن منفصل فالكم المتصل هو المختص بالهندسة والكم المنفصل هو المختص بالجبر والرياضيات الحسابية فمن حيث الكم أو من حيث أنه كم فنبحث في الرياضي عن الأعراض الذاتية التي تعرض لموضوعه وهو الكم جيد فنحن نعرف أن لا يوجد علم من العلوم المطروحة في الساحة العلمية ما يبحث عن الموجود من حيث أنه موجود لا يوجد الفيزياء مثلا لا تبحث في هذا الرياضيات لا تبحث في هذا الفقه لا يبحث في هذا المنطق لا يبحث في هذا فكان ضروريا ولزاما في نفس الأمر أن يوجد علم ما يبحث في هذا الموضوع في موضوع ماذا؟ يبحث في الأعراض الذاتية التي تعرض الموجود من حيثية مطلقة من حيث أنه موجود فكان هذا العلم هو العلم الإلهي جيد فكان لا محالة موضوع العلم الإلهي هو الموجود المطلق هذا أولا الأمر الثاني الذي يجب أن نعرفه هو يقول هو يقول القسم الثالث في الإلهيات وهو مرتب على ثلاثة فنون قلت لكم يجب أن نعرف أربعة أشياء موضوع هذا العلم مسائله مسائل هذا العلم لماذا سمي بهذا الإسم؟ هل له أسماء أخرى؟ وأخيرا لماذا هو مرتب على ثلاثة فنون؟ وما وجه هذا الترتيب؟ نحن انتهينا من النقطة الأولى وليس الموضع موضوع نعم نسيت الواب هنا نحن بحمد الله انتهينا من موضوع الإلهيات الآن السؤال الثاني الذي يجب أن يطرأ على ذهن طالب العلم الإلهي ما هي مسائل العلم الإلهي؟ أولا مسائل العلم في المجمل هي المقاصد الأصلية فيه المقاصد الأصلية فيه ذكر هذا العلامة محمد حسنين مخلوف في رسالته رسالة في مبادئ الفنون جيد طيب ما هو مقصد العلم الإلهي؟ ما هي المسائل التي تبحث في العلم الإلهي؟ الآن نحن لدينا موضوع آه الله أكبر هذه الإضاءة مزعجة ويبدو أنني أيوان جيد طيب ما هي مسائل العلم الإلهي؟ طيب نحن انتهينا من أن هناك موضوع هو ماذا؟ الموجود المطلق الموجود المطلق حرف الميم اختصار للموجود والط اختصار لأنه مطلق الموجود يعني وهذا يعرض له أعراض جيد فهذا هو الموضوع وهذه هي الأعراض التي تحمل عليه طيب هذه الأعراض هي أعراض ذاتية أعراض ذاتية الآن نحن نبحث في ماذا؟ أريد أن أفتح هذه أفضل آه نعم هذه أفضل نحن نقول هناك موضوع ومحمول فنرى ما هو الموضوع هو الموجود المطلق الموجود المطلق الموجود من حيث أنه موجود طيب وماذا عن المحمول؟ المحمول هي الأعراض الذاتية طيب هذا هو موضوع علم المنطق عفوا موضوع العلم الإلهي ما هو مسائله؟ هناك ثلاثة مسائل رئيسية المسائل الرئيسية تبحث في الأسباب القصوى لكل موجود معلول الأسباب القصوى لكل موجود معلول يعني هناك موجود هنا من حيث أنه موجود مطلق نحن نبحث في سبب وجوده كان موجودا معلولا لا علا طيب فنبحث في الأسباب القصوى لكل موجود معلول ويعني مثلا نبحث عن السبب الأول نبحث كالسبب الأول الذي هو يفيض على كل وجود معلول من حيث أنه وجود معلول طيب هذا هذه النوع من المسائل النوع الثاني نبحث عن عوارض هذا الموجود نبحث عن هذه العوارض ونبحث في إثبات حملها على هذا حمل لهذا المعروض وهو الموجود المطلق يعني إما إثباتها أو تصديقا أو تصورا جيد يعني مثلا مسألة مثل الجوهر يعني مثلا نقول الجوهر هذا يعني أو موجود المطلق مثلا نحمل عليه مثلا أنه ممكن فهذا الإمكان هذا الإمكان كيف نثبته مثلا أو ما هي علة الإمكان أو ما هو كيف نتصور هذه المسألة وكيف نوقع الحكمة بالتصديق جيد المسألة البحث الثالث هو بحث عن موضوعات العلوم الجزئية يعني هنا موضوع كبير موضوع العلم موضوع الفن جيد لكن هناك موضوعات جزئية فأنت تسأل طيب ما خلاص الآن ثبت أن هناك موضوع لماذا نبحث في مسائل الموضوع لماذا المسائل تتطرق إلى موضوعات جزئية أليس الموضوع هذا يكفي فذكر ملة صدر الشرازي يقول هذه الموضوعات الجزئية هي كالعوارض الذاتية لهذا الموضوع فلا بأس بالبحث عنها إذن ما هي مسائل هذا العلم مسائل هذا العلم ثلاثة أولا البحث في الأسباب القصوى لكل موجود معلول ثانيا البحث عن عوارض الموجود ثالثا البحث في الموضوعات الجزئية لهذا العلم لأنها بمثابة العارض الذاتية لموضوع هذا العلم وهو الموجود المطلق جيد طيب نحن انتهينا من إجابتين الموضوع والمسائل طيب لماذا سمي هذا العلم بالعلم الإلهي سمي هذا العلم بالعلم الإلهي تسمية للشيء بأشرف ما فيه وأشرف ما فيه والله سبحانه وتعالى وصفاته وله أسماء أخرى يعني مثلا له الفلسفة الأولى يطلق عليه الفلسفة الأولى لأنه يعني أول ما يعلم في الوجود أول ما يعلم في الوجود وله أسماء أخرى مثل ما قبل الطبيعة عفوا ما بعد الطبيعة وما قبل الطبيعة أيضا لكن ما بعد الطبيعة هذا بالقياس لنا لأننا نلاحظ الموجودات المادية ثم بعد ذلك في رتبة تجريدية بعدية بعد هذه الطبيعة نتخطاها وندرك الإلهي وما قبل الطبيعة من حيث نفس الأمر فال فالأمور المبحوثة في هذه المسألة يعني في مرتبة قبلية وهذه القبلية هي قبلية ذاتية عن الموجود الطبيعي طيب فهذا لماذا سمي بهذا الاسم طيب ثالثا أو رابعا الشارح قال ماذا قال القسم الثالث في الإلهيات وهو مرتب على ثلاثة فنون فما وجه ترتب هذا القسم على ثلاثة فنون أقول خلاص نحن عرفنا أن الموضوع ماذا هو الموجود المطلق نكتب هنا الموضوع هو الموجود المطلق جيد نكتب هنا أفضل نعم ما هو موضوع العلم الإلهي الموجود المطلق ممتاز والعلم الإلهي يبحث في أحوال هذا الموجود المطلق في أحوال هذا الموجود المطلق أحوال الموجود المطلق يبحث عنها من حيث إنه موجود مطلق نحن نعرف أنه لا شبهة في أن أحوال الموجود المطلق من هذه الحيثية من حيثية أنه موجود مطلق لا تفتقر إلى مادة في الوجود أحوال هذا الموجود المطلق لا تفتقر حتى توجد لا تفتقر إلى المادة فالموجودات المفتقرة عفوا الموجودات الغير مفتقرة إلى مادة يعني أحوال الموجود المطلق نحن وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين هذه تنقسم من حيث أنها لا تفتقر إلى المادة فهذه الموجودات التي لا تفتقر إلى مادة إما ممكن أن تتعلق بالمادة ممكنة التعلق بالمادة أو غير ممكنة التعلق بالمادة إن كانت ممكنة التعلق بالمادة فهي الأمور العامة وهو الفن الأول الأمور العامة وإن كانت غير ممكنة التعلق بالمادة بالمادة يعني ممتنعة فيا تنقسم إلى قسمين إما واجب أو ممكن إما واجب أو ممكن جيد الواجب هو الباري جل وعلا والممكن هو العقول وفي لسان الشرع تطلق على الملائكة فهذه هي الثلاثة فنون الأمور العامة والبحث في الواجب تعالى إثبات وجوده وصفاته طبقا لمباني الفلاسفة والبحث الأخير في العقول أو فيما يعرف بالملائكة وبناء على هذه القسمة رتب المصنف القسم الإلهي من كتابه على ثلاثة فنون لبيان أحوال هذه الأقسام الثلاثة للموجودات الغير مفتقرة إلى المادة فنقرأ هذا القدر هو يقول ماذا القسم الثالث في الإلهيات فعرفنا أن موضوعه هو الموجود المطلق من حيث أنه موجود مطلق وهو مرتب على ثلاثة فنون فقال القسم الثالث في الإلهيات أي في مباحث الحكمة الإلهية بالمعنى الأعم وهو مرتب على ثلاثة فنون لماذا رتب على ثلاثة فنون لأن ما لا يفتقر إلى مادة هذه الجملة هذه الجملة نحن أثبتناها نحن قلنا بما أن موضوع الموضوع الموضوع هو ماذا الموجود المطلق الموجود المطلق وبما أن البحث في مباحث الحكمة الإلهية بالمعنى الأعم تبحث في الموجود المطلق من حيث إنه موجود مطلق فهذه الحيثية من هذه الحيثية نحن ندرك أنها لا تفتقر إلى المادة لا تفتقر في وجودها إلى المادة فهذا إما أن يكون مقارنا يعني ممكن أن يقارن وهو الأمور العامة أو مستحيل أن يقارن مستحيل أن يقارن فإن كان مستحيل فهو إما واجب أو ممكن فهذا هو الفن الأول وهذا هو الفن الثاني وهذا هو الفن الثالث طيب فقال قال الفن الأول الفن الأول في تقاسيم الوجود وهو مرتب على سبعة فصول جيد فهنا قال ماذا؟ الفن الأول في تقاسيم الوجود أراد بها الأمور أراد بها الأمور العامة لكونها أمورا تنقاسم الماهية إليها بحسب الوجود يعني نحن لدينا ما هي؟ هذه الماهية من حيث إنها موجودة يقال عليها أنها واحدة أو متكثرة علة أو معلولة يقال عليها أنها ممكنة أو أو خير ذلك جيد آ و جيد هنا في كتاب ملا صدرة أنها مسألة خالنا آ طيب ماشي طيب فهو أراد بتقاسيم الوجود أنها الأمور العامة الأمور العامة والمراد بالأمور العامة ما هو ما هو ما هو مقصد الشرح بالأمور العامة هو ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود طيب ما هي الموجودات عندهم؟ الموجود الموجود ينقسم إلى قسمين رئيسين الموجود إما موجود واجب موجوده واجب أو موجود ممكن الموجود الواجب هو الباري جل وعلا طيب والموجود الممكن ينقسم إلى قسمين هو إما جوهر أو عرض هذا هو جوهر أو عرض وسنتطرق لهذه التعريف في مرحلة لاحقة الآن هو يقول الأمور العامة ما هي ما هي الأمور العامة هي ما لا تختص بقسم من أقسام الموجود ما هي أقسام الموجود؟ أقسام الموجود هو الموجود الواجب أو الجوهر أو العرض في ذلك قال هنا ماذا؟ قال والمراد بالأمور العامة ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض الواقعاني تحت قسم الممكن ولكن ورد هنا اعتراض على هذا التفسير فقالوا انظر هذا الذي تقوله تفسيرك بأنه ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود هذا منقوض بالبحث في الكم والكيف لأن البحث في الكم والكيف يختصاني بالجوهر والعرض ولا يختصاني بالواجب يعني نحن نبحث في الأمور العامة الكم والكيف وهذه الأشياء تعرض لماذا؟ تعرض للجوهر وللعرض أيضاً لكن لا تعرض للواجب فقولك بأنه ما لا يختص بقسم من أقسام الوجود يعني هذا منقوض بذلك هذا ذكره مل صدر في شرحه فحاولوا الخروج من هذا التفسير بأنه ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود فحاولوا الخروج من هذا الاعتراض بتفسير آخر فقالوا ماذا؟ قالوا هي ما يشمل يعني الأمور العامة هي ما يشمل جميع الموجودات أو أكثرها يعني خلاص يكفينا أن نضع قيد أكثرها وبالفعل بعدما وضعوا كلمة أكثرها هذا وجدوا أن الكم والكيف دخلوا في هذا التفسير يعني وجدوا بالفعل أنه ماذا؟ أن الكم والكيف ما يشمل جميع الموجودات لا ليس الجميع لكن أكثرها نعم أكثرها وهو الجوهر والعرض يعرضان للجوهر والعرض ولكن وقعوا في إشكاليات أخرى قالوا انظر أنت قلت ما يشمل جميع الموجودات أو أكثرها طيب هذا يعني منقوض بأن الوجوب الذاتي الوجوب الذاتي لا الوجوب الغير نبحث في الأمور العامة في الواجب لذاته والواجب لغيره الآن هو يقول الاعتراض يقول هكذا الوجوب الذاتي والوحدة الحقيقية المطلقة والعلية المطلقة وأمثال هذه الأشياء لا تشمل جميع الموجودات يعني لا تشمل جميع الموجودات ولا أكثرها لا تشمل ولا الجوهر ولا العرض هي مختصة بالواجب وفق إذن تفسيرك هذا غير صحيح فحاولوا الخروج من هذا بتفسير آخر وقالوا أنظر نحن نقول الأمور العامة هي الشاملة لجميع الموجودات إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله شاملا لها فدخل بذلك الوحدة الحقيقية دخلت في هذا الأمر الوحدة الحقيقية الوحدة والعلية المطلقة الوحدة والوجوب الذاتي دخل في هذا التعريف الوجوب الذاتي جيد فقالوا طيب خلاص الآن تخلصنا من هذا الإشكال من إشكال الكم والكيف الذي لا يختص بالواجب ف عرض لنا أو ورد اعتراض آخر بأن الوحدة والوجوب لا تعرض أكثر الموجودات لا تعرض الجوهر ولا العرض أصلا هي مختصة بالواجب فقالوا كما ذكرنا أنها هي الشاملة لجميع الموجودات إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل ولكن ورد عليه اعتراض أيضا فقالوا هذا التعريف شامل لجميع المفهومات هو لا يمنع من دخول الأحوال المختصة بكل واحد من الجوهر والعرض مع ما يقابله فيكون شاملا لجميع الموجودات يعني هذا التعريف جامع ولا يمنع من دخول مفاهيم مثل المعقولات الثانية مثلا أو الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والحد والرسم والوضع والحمل وغيرها ولكن الأمور العامة لا تبحث في هذه الأشياء هذه الأشياء في علم آخر وتعريفك هذا يدخل هذه المفاهيم في لا يمنع من دخول هذه المفاهيم والتعريف لا بد من أن يجمع ويمنع حتى يصح فقالوا طيب خلاص نقوم بزيادة قيد آخر وماذا هو القيد قالوا نزيد زاد بعضهم قيدا آخر وهو أن يتعلق بكل واحد من المتقابلين غرض علمي ما معنى المتقابلين يعني انظر في الأمور العامة نحن سنبحث ماذا سنبحث الكلي وما يقابله هو الجزء سنبحث الواحد وما يقابله ما هو الذي يقابل الواحد الكثير وهكذا أنت تجد بين كل من المتقابلين غرض علمي يقع في فن الأمور العامة فزادوا هذا القيد قالوا بأنه يقع يتعلق بأحد المتقابلين غرض علمي نقرأ هذا مرة أخرى من الميبذ يقول الفن الأول في تقاسيم الوجود وهو مرتب على سبعة فصول الفن الأول في تقاسيم الوجود قيل أراد بها الأمور العامة لكونها أمور ينقسم المهية إليها بحسب الوجود والمراد بالأمور العامة ماذا المراد بالأمور العامة ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض وقيل هي ما يشمل جميع الموجودات أو أكثرها وقيل هي الشاملة لجميع الموجودات إما على الإطلاق أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله شاملا لها كما ذكرنا بينه الكلي والجزئي والواحد والكثير وغيره ولما كان هذا التعريف شاملا لجميع المفهومات فإن الأحوال المختصة بكل واحد من الجوهر والعرض أيضا مع ما يقابله يكون شاملا لجميع الموجودات فزاد بعضهم قيدا آخر وهو أن يتعلق بكل واحد من المتقابلين غرض علمي وهو مرتب على سبعة فصول الفصل الأول في الكلي والجزئي يأتي في الدرس القادم بإذن الله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة